اشتركوا في القناة وصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس أول تعليق من وليد راقراجي بعد التتوجب من طرف جلالة الملك بالأوسمة الملكية أبدى الناخب الوطني وليد راقراجي سعادته بالاستقبال الملكية الذي حضيت به بيعتة المنتخب الوطني بعد عودتها من المشاركة في مونديال قطر 2022 وقال راقراجي في تصريح تلفزية الاستقبال الملكي حلم كبير لكل شخص ونحن سعداء بهذا الاستقبال الملكي وفخورون بكوننا مغاربة وتابعا كنا نريد تحقيق المزيد في المونديال من أجل بلدنا وقدمنا كل شيء واليوم حظينا باستقبال كبير من طرف الملك محمد السادس وأشكره كثيرا على كل ما يفعله من أجل الشعب والرياضة المغربية بلغ عاجل وجديد من الفيفا على لاعب المنتخب المغربي قام الاتحاد الدولي لكرة القدم في فا بالكشف عن الرسائل التاريخية التي وجهها لاعب المنتخب الوطني المغربي للعالم خلال مشاركتهم في كأس العالم الذي أصدل الستار عنه في قطر الأحد الماضي ونشر الاتحاد الدولي مجموعة من الصور لللاعبين رفقة أسرهم في تدوينة نشرها عبر حسابه على الموقع الاجتماعي فيسبوك وعلق عليها بالقول بعت رسائل للعالم بأسره عن أهمية العائلة وبر الوالدين وتابع منتخب المغرب لم يكن مفخرة لقيام عالم كرة القدم داخل الملعب فقط بل خارجه أيضا حكيمي يسعدنا أن نرى الشعب المغربي بهذه السعادة عبر الدولي والمغربي أشرف حكيمي عن فرحته العاربة بعد الاستقبال التاريخي الذي حضي به الأصود بعد عودتهم من قطر بعد المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني في المونديال وقال حكيمي في تصريحة صعفية إنه سعيد للغاية بهذا الاستقبال الحافلة الذي حضيت به بعتة المنتخب الوطني مؤكدا أن اللاعبين سعداء لفرحة الشعب المغربي بإنجازهم وأوضح حكيمي لم نكن نظن أن إنجازنا سيكون له كل هذا التأثير يسعدنا أن نرى هذه السعادة كاملة تغمر الشعب المغربي وأضف نجم باريسان جرمان الفرنسي هذا سيكون دافعا لنا في الاستحقاقة القادمة كان من الشرف لنا لقاء صاحب الجلالة إنه أمر انتظرناه كثيرا وأحسسنا بالكثير من السعادة ولقي المنتخب الوطني استقبالا ملكيا وشعبيا حافلة حيث قام الملك محمد السادس بتوشيح اللاعبين والناخب الوطني وليد رقراقية إلى جانب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكراس القدم فوز القجعة بأوسمة ملكية بعد إنجازهم التاريخية في حضور أمهات اللاعبين بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط ليفيربول يرصد أربعين مليون جنيه أسترليني لضم أمرابط أفادت صحيفة داصون البريطانية أن إدارة النادي ليفيربول الإنجليز لكراس القدم رصدت مبلغ أربعين مليون جنيه أسترليني لتعاقد مع الدولي المغربي السوفيان أمرابط لاعب في يورنتين الإيطالية وأبرز المصدر أن ليفيربول وضع أمرابط صاحب الستة والعشرين عاما ضمن أهدافه في سوق الانتقالات المقبل إلى جانب جود بيلنجهام لاعب فارق بروسيا دورتموند الألمانية مضيفة أن اهتمام الطاقم التقني للفارق الإنجليزي بقيادة المدرب الألماني روغان كلوب أعجب بإمكانية أمرابط التي جعلته أحد الركائز الإساسية في تشكيل المنتخب المغربي في نهائية كأس العالم قطر الفين واثنين وعشرين وكشف ذات المصدر أن أمرابط لا يمنع في خوض تجربة بالدور الإنجليزية بعد بدايته بالدور الهولندي مع أوتريخت وفاينارد مرورا بالدور البلجيكي الممتاز مع السيرك البروج وأخيرا الدور الإيطالي مع هيلس فيرونا وفيرونتينا يشار إلى أن ليفيربول ليس الفريق الوحيد المهتم بخدمة أمرابط فهناك أيضا أتليتيكو مادريد الإسبانية وتطنها مال إنجليزية فخر واعتزاز لاعب المنتخب المغربي يتفاعلون مع الاستقبال الشعبي والملكية نقل لاعب المنتخب الوطني المغربي ردود فعلهم على الاستقبال الشعبي والملكية الذي ضفروا به عقب عودتهم إلى المملكة بإنجازهم التاريخ الخاص ببلغ نصف نهائك أس العالم قطر الفين واثنين وعشرين وشارك جميع لاعب المنتخب المغربي صورا وتدوينات توطق لليوم الاستثنائي الذي عاشوها مبدين سعادتهم الشديد وفخرهم الكبير بانتمائهم متقدمين بالشكر الجزيل للمغربي والملك محمد السادس على حفوة الاستقبال وأثنى حكيم ورفاقها على الأجواء المهيبة التي عاشوها كما أعربوا عن حبهم الكبير للشعب والبلاد والملك الذي استقبلهم وهنأهم على الإنجاز الذي شرف المغرب في محفل كرة القدم الأكبر بالعالم بعد تصراحه بالدموع رسالة أخرى مؤثرة لبانون بعد المركز الرابي عالمي للأسود وجه بضربانون رسالة مؤثرة إلى المغارب بعد احتلال المنتخب الوطني المركز الرابي عالمي في مونديا القطر ونشر مدافع الأسود عبر حسابه الشخصي على الإستقرام رسالة جاءت على الشكل التالي منذ الصغار كان الحلم أن أكون لاعبا محترفا ينال شرف حمل قميس المنتخب الوطني لكن ما عيشناه خلال هذا الشهر تجاوز الحلم وكان أقرب إلى الخيال وأضف منذ أدوض عن ناخب الوطني ولدرقراجي تقته في وضمن إلى لائحة المنتخب الوطني تعهدنا كمجموعة على تقديم كل ما لدينا والاشتغال ككتلة واحدة والتضحية من أجل تشريف الراية المغربية في مونديا القطر ونجحنا في مخالفة كل التوقعات وتجاوز كل العقبات والوصول إلى المربع الذهبية كأول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الضور في التاريخ وكنا نسعى للمزيد لكن قدر الله ومشه أفعل حققنا الإنجاز وفشلنا في الإعجاز تشرفنا بإسعاد المغرب ملكا وشعبا تشرفنا بأن نكون جزءا من هذه الملحمة الأسطورية أن نكتب اسم المنتخب المغربي في التاريخ أن نبرهن للعالم أن أصد الأطلس هيبة وشموخ ونستطيع الزائر في وجه الكبار كسبنا احترام العالم وحب الملايين وهذا في حد ذاته تتويج غال على قلوبنا الرحلة لن تتوقف هنا هي محطة فقد تعلمنا فيها الكثير وسنسعى لتحقيق المزيد مستقبلا والعمل بجهد مضاعف لمواصلة الإنجازات وإسعاد المغاربة والبحث عن التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية القادمة وختم بانون تدوينتها شكرا لكل من ساهم في هذا الإنجاز شكرا لكل من سندنا من قريب أو بعيد شكرا للجماهير المغربية الوفية سواء التي كانت في مدرجة ملاعب قطر أو خلف الشاشات في كل بقاع العالم وشكر خاص لعائلة الصغيرة والكبيرة أحبكم